الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد سبق معنا في درس الماضي في المجلس الماضي الكلام الموجز المختصر على بعض الأحداث التي وقعت لهود عليه السلام مع قومه قال تعالى فأرسلنا فيهم أي في عاد رسولا منهم وهو هود هود أرسله الله تعالى إلى عاد وإلى عاد أخاهم هود وذكر الله تعالى بعض ما وقع بين هود وقومه وعاد فقد دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى كغيره من الرسل فأنكروا وكذبوا كغيرهم من الأقوام بعدما كذبوا ووقع منهم ما وقع قال نبيهم ورسولهم رب صرني بما كذبوا يا رب صرني عليهم بسبب تكذيبهم إياي قال له الله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين عما قلنا أي عن زمن قليل وما صلة للتوكيد عن زمن قليل ليصبحن أي هؤلاء القوم الذين كذبوك وقع منهم ما وقع ليصبحن نادمين على كفرهم وتكذيبهم فالذي وقع فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فجاء عذاب الله رب العالمين قال له الله تعالى عما قليل أي عن زمن قليل ليصبحن نادمين فلما جاء الوقت الذي قدر الله عز وجل أن يعذبهم ويهلكهم نزل العذاب فأخذتهم الصيحة أي صيحة العذاب والهلاك بالحق حالة كونها كائنة بالحق فجعلناهم غثاء أي فماتوا أهلكناهم بالصيحة فصيرناهم كالغثاء فجعلناهم غثاء أي صيرناهم مثل الغثاء إذن أخذتهم الصيحة أي صيحة العذاب كحالة كونها بالحق هذه الصيحة اللي نزلت عليهم كانت بالحق فماتوا هلكوا طبعا إذا جاءت صيحة العذاب والهلاك عليهم غير الكو ماتوا وهلكوا فلما ماتوا وهلكوا جعلهم الله تعالى بعد موتهم مثل ماذا؟ كالغثاء قال فجعلناهم غثاء أي صيرناهم أولئك الهالكين الميتين صيرناهم كالغثاء شنه هو الغثاء؟ الغثاء هو ما يحمله السيل من الورق وغيرها مما يبلى ويسود تعرفوا الورق دير الشجر متى يسقط في الأرض؟ عند البيلاء عندما يبلى ويسود يسقط في الأرض فيأخذه السيل فهذه الناس هادوا أخذتهم الصيحة فماتوا وبعد موتهم اللي جات الصيحة ومشات الصيحة تقلبهم وتشوفهم تجد حالهم كالغثاء كذاك الورق الذي يبلى ويسود ويجترفه السيل تجد حالهم كذلك فاش في البلا والسواد واليبس في البلا والسواد واليبس لأن الورق ما يسقط من الشجر في الغالب إلا بعد يبسه هاد البلا والسواد يكون معه يبس لا يكون معه رطوبة لا ينزل باليا مسودا وهو رطب يكونوا يابسا إذا فهموا وجه الشبه شنو وجه الشبه دي لها الناس بالغثاء أن الله تعالى لما أهلكهم بعد الهلك من بعد الصيحة تجي تشوفهم تلقاهم مثل الغثاء الذي اجترفه السيل فاش مثل وفاش في البلا والسواد واليبسي فهم المعنى هذا هو معنى فجعل لهم غثاء بمعنى أن الله تعالى انتقام منهم شر انتقا أهلكهم إهلاكا عظيما شديدا ليكونوا عبرة لغيرهم هذا الإهلاك هذا علاش أولا لعتوهم ومكابرتهم ومعاندتهم للحق وليكونوا عبرة لغيرهم جعلهم الله غثاء وهذا العذاب الذي انزل عليهم إنما كان بعد أن أمهلهم الله تعالى سنين أمهلهم الله تبارك وتعالى سنين وكانوا يزدادون تمردا على تمرد كلما تأخروا تمردوا يكي أخرهم الله عز وجل شوية مكين يزدادون تمردا على النبي المرسل إليهم يزدادون تكذيبا وإنكارا ومكابرة وكفرا فلما جاءهم العذاب جاءهم عذاب شديد عذاب مهين عذاب في إيهانة ماشي ماتوا الدفن في القبور سترت عوراتهم ومشافهم حد لا ماتوا وصاروا كالغثاء قال فجعلناهم أي صيرناهم غثاء أي مثل الغثاء في الكلام حدف أداة تشبيه حدف مثل وما شاكلها فجعلناهم غثاء أي كالغثاء ووجه الشبهة ذكرناه هذا الأمور البذكرة قال تعالى فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين بعدا هذا مصدر نائب مناب فعله بعدا مصدر نائب مناب فعله والمصدر إذا ناب مناب فعله يعمل عمل الفعل ولا يجوز اجتماعهما معا كما هو معلوم مصدر إذا ناب مناب فعله فلا يجوز أن يذكر عامله عامله يكون محدوفا وجوبا والحدف حتم مع آت بدلا من فعله كندل للكندولة والحدف حتم أي واجب مع آت أي مع مصدر آت بدلا من فعله المصدر إذا ناب مناب فعله لا يذكر معه الفعل إذا بعدا معناه واش بعيدوا بعيدوا بعدا للقوم الظالمين والبعد من ماذا من رحمة الله تبارك وتعالى من رحمة الله وفضله وإحسانه واش هدوا اللي غير تعذبوا هذا العذب اللي اسمعتوه أينالهم شيئهم من رحمة الله الجواب الله ولهذا ما ذكر الله تعالى هذا العذب الشديد الذي يعذبون به قال بعدا للقوم الظالمين أي من رحمة الله تبارك وتعالى لا رحمة ولا شفقة عليهم بعد مجيء العدب لا رحمة ولا مغفرة ولا عفو ولا حلم ولا فضل ولا إحسان فبعدا للقوم الظالمين للقوم الظالمين أي المكذبين لأن أبرز سمة لهؤلاء أشياء يتكذب رأى قال رب انصرني بما كذبون أبرز سمة لهم تكذبهم لنبيهم إذن فبعدا للقوم الظالمين أي الظالمين بتكذبهم نبيهم تكذبون نبيديا لهم فكانوا بذلك ظالمين بعدا لهم من رحمة الله رب العالمين ما معنى بعدا أي هلاكا بعدا هلاكا وعقابا وعذابا للقوم الظالمين إذن قلنا بعدا نائب عن فعلي لو ذكر الفعل هش غيكون غيكون بعيدوا من رحمة الله بعيدوا ذلك الواوي يدل على القوم الظالمين أولا لو بغينا نذكروه ظاهرا نقولوا بعد القوم الظالمون من رحمة الله وهذا الفعل الماضي مقصود به الدعاء ما معنى بعيد القوم الظالمون من رحمة الله أي هلاكوا دعاء عليهم بالهلاك جملة خبرية لفظا دعائية معنا فهم المعنى إذن بعدا أي بعيدوا وهذا بعيدوا ما معنى هلاكوا مقصود بذلك الدعاء إذن فالمصدر بعدا نائب مناب فعله مفهوم؟ ولهذا نقول منصوب بعدا باش منصوب؟ منصوب بعامل مضمار وجوبا والحدف حتم منصوب بعامل محدوف وجوبا تقديروا الكلام بعيدوا بعدا لكن هذا بعيد لا يجوز ذكره لماذا؟ لأن المصدر هو بعدا لم يؤتى به مؤكدا أوتي به للنيابة عن فعله فرق بين المصدر المؤكد وهو النائب مناب فعلي المصدر هو المؤكد لا بد أن يذكر معه فعله تقول ضربته وهو ضربا لا بد يتذكر معه لأنه هو مؤكد وضع المعنى فلا بد أن يذكر المؤكد والمؤكد لكن إذا جاء بالمصدر نيابة عن الفعل فلا يجوز أن يذكر معه لأنك نقولو نائب ولا يجمعو بين النائب والمنوب عنه بعدا نقولو نائب ولا BROWN ما عنده نش 것이 نوب إذن فهو نائب قال تعالى فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين نقول ما معنا قرونا تكررات معنا هذه أي أقواما واضح السياق يدل على ذلك ليس المقصود هنا بالإنشاء أزمينة لا إنشاء أقوام لأنه قال من بعد ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون إذن في المقصود البشر أو للزمان مقصود البشر إذن فقوله ما شقال ثم أنشأنا من بعدهم قرونا أي أقواما واضح منا كما تقدم قبل تقدم معنا قرنا قرنا أي قوما كذلك هنا أنشأنا من بعدهم قرونا أي أقواما ثم أنشأنا من بعدهم قرونا أي أقواما آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون المعنى المجمل واضح بمعنى أن أي أمة وأي فرد من أفراد الأمة الأفراد الأمة فردا فردا لا يسبق أحد أجله لحظة ولا يتأخر عنه لحظة ملكي جيل أجل ديال أي فرد أولى أمة فإنها تموت بحيث لا تتقدم لحظة ولا تتأخر ما تسبق من أمة إذا حق عليها العذاب ما تسبق من أمة أجلها المكتوب لها ولا تتأخر عنه لا تسبق أجلها المكتوب لها لحظة ولا تتأخر عنه لحظة لكن هنا سؤال يعني لماذا لا يعني فيها ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون فرق بين العاملين مع أن المتحدث عنه واحد فمقتضى الظاهر أشي يكون مقتضى الظاهر يكون ما تسبق من أمة أجلها وما تستأخر ما تسبق وما تستأخر أي الأمة أولي يكون ما يسبقون وما يستأخرون رلك لم على أمة واحدة ولا لا المتحدث عنه تقدما وتأخرا شيء واحد فمقتضى الظاهر يكون إما ما تسبق من أمة أجلها وما تستأخر له ما يسبقون أجلهم وما يستأخرون فعليش كيف فرق بين المرجع الضمير في الفعل الأول والفعل الثاني موجه ذلك ما تسبق وما يستأخرون الجواب أن الضمير الأول روعي فيه لفظ الأمة والضمير الثاني روعي فيه المعنى لأن المعنى دي الأماش المعنى ديها القوم جماعة من الناس قوم وهذا القوم الأصل فيهم أن يغلب المذكر على المؤنى تدوى الأصل ففي الضمير الثاني وما يستأخرون روعي المعنى وفي الضمير الأول تسبق روعي اللفظ واضح؟ وهذا جائز في اللغة أن يراعى اللفظ أو يراعى المعنى فاش في الكلمة إذا كان لفظها مؤنثاً ومعناها مذكراً أو العكس الكلمة إليك اللفظ يلهم أنت والمعنى ديها المذكر فيجوز للمتكلم في الضمير ولا في الإشارة التي تجيب بعد أن يراعي اللفظ ولا أن يراعي المعنى وإذا اجتمع ضميران أوثلات فيجوز له أن ينوع أن يراعي في ضمير اللفظ وفي ضمير آخر المعنى وهذا ليس جائز في التذكير التأنيات حتى في الإفراد التثنية والجمع إذا دكر لفظ كان مثلاً ذلك اللفظ من جهة اللفظ كان مفرداً ومن جهة المعنى كان جمعاً فيمكن أن يراعى لفظه فيفرد الضمير للإشارة وأن يراعى معنى فيجمع الضمير واضح؟ هذا ما شغل في التذكير والتنية تحتفل إفراد والجمع نفس الشيء وتقدمت معنا أمثلات كثيرة إذن فهذا منها المتسرع لما كيعرفت شيئا من هذا شيء يقول لك هذا كما تجدون اليوم هذا من الأخطاء اللي كان في القرآن ما تسبقوا من أمة أجلها وما يستأخر وشي قال تسبقوا ويستأخرون ومتحدثوا عنه شيء واحد فخصكون وما تستأخروا أهل العجلة وأهل الزيغلاص الزيغ الضلال أما من كان قلبه سالما معافا فلن يتبادر إلى دينه إيه هذا؟ بالعكس هو ديك القواعد اللي يعرف اخطأ راسو ديك القواعد اللي تعلموا يقول لي ياللي فيها الغالط القرآن المين كيف يقول فيه الغالط؟ لكن المتعجل صاحب الهواء يبحث عن أي شيء يتمسك به ليروج ضلاله وباطلة إذن هذا هو وجه ما تسبقوا من أمة أجلها وشو مراد بالسبق هنا؟ شو مراد بالأجل هنا؟ أجل موت ما تسبق مالي النفي بمعنى لا تسبق أمة أجلها بأن تموت قبله ولا تتأخر بأن تموت بعده أي أمة أولا أفراد دي الأمة غير يموتوا في الأجل لقدر الله تعالى أن يموتوا فيه وهذا كلنا واحد لمعنى ذكرناه في الدرس الماضي عند قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمن ده بهد الله تعالى قال هود رب انصرني بما كذبون القوم القوم المكذبون يعني إذن هو أراد الله عز وجل أن ينصره على كل المكذبين قليه الله تعالى عما قليل أي عن زمن قليل ليصبحن نادمن أي في الوقت الذي شاء الله رب العالمين ذكر لنا هنا أن الوقت الذي شاء الله رب العالمين أن يهلك أمة بأكملها ما شغي فرض أمة كاملة بأكملها إذا شاء الله تعالى إهلكها في وقت نقدروا الله عز وجل المكتوب عند الله رب العالمين فإنها لم تموت قبله ولن تتأخر بعده وغاتموت في ذلك الأجل المحتوم المكتوب عند الله رب العالمين مفهم؟ هذا بل أمم الظالمة لكيناта الآن أمم الظالمة الطاغية الآن الوقت الذي شاء الله رب العالمين أن يهلك تلك الأمة الظالمة بإكملها سيهلكها ولن تتقدم على ذلك الأجل لحظة ولن تتأخر قال تعالى وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى هذه الآية ثم أرسلنا قال فبعدا ثم أرسلنا ثم أرسلنا رسولنا تترى ما معنى تترى؟ أي متتابعين متواترين وهالتترى حال يعرب حالا أرسلنا رسولنا حال كونهم متواترين متتابعين لكن شو مقصود متواترين متتابعين؟ مقصود أرسلهم الله دفعة واحدة لا مش يدول معنى متواترين أي أرسل رسولا بعد رسول واحدا بعد الآخر متتابعين جاء رسول ومن بعده جاء رسول آخر ومن بعده جاء رسول آخر وهكذا وبين كل اثنين زمن بين كل اثنين زمن قد تقول الله قال متتابعين والظاهر من التتابع أن هذا مات هذا جلال أخر قد يقول قائل هذا ولا لا ممكن تكون لدي شبه شي واحد يقول يقول لكم رأى قال لكم الله تترى أي متواترين والتواتر والتتابع في اللغة متتابعين في التتابع في الظاهر ذي الوحش أنه لمات واحد خاص يجي لأخر امورة مع أننا نعلم أنه قد يكون بين الرسول والرسول الفترة والناس اللي انشأوا في ذلك الوقت ولم يدركوا رسالة الرسول السابق واللاحق هم أهل الفترة فالجواب أن هذا ليس هو معنى التتابع هذا الإشكال بني على مقدمة باطلة التتابع في كل شيء بحسابه التتابع كيختلف على حسب السياق على حسب الشيء المتحدث عنه الشيء الموصوف بالتتابع التتابع في كل شيء بحسابه ولهذا مثلا قد يقال مثلا جاء المطر فتابعه خروج النبات مثلا نزل المطر فتابعه وجود الثمرة ولا فتابعه وجود الخير مثلا من طعام من طعام بمختلف الأنوان والصنو هل معنى ذلك أن هذا الخير الذي جاء عقب نزول المطر في اليوم الموالي ولا في اليومين المواليين التتابع في كل شيء بحسابه واضح المعنى أمن لي جاء رسوله دازت فترة وجاء رسول الله خروجت فترة من لي كنجمعه للرسل كلهم اللي يرسلهم الله أزوجل فقد أرسلهم متتابعين أي لم يرسلهم دفعة واحدة هذا المقصود منزلوا جملة واحدة أرسلهم متتابعين جاء واحد مراجل آخر قد يرسل الله تعالى وهذا حصل في بني إسرائيل قد يرسل الله تعالى نبيين في وقت واحد نبيين وقد يرسله بعد أن يموت بمدة يسيرة أو بمدة طويلة ذلكم أمر إلى الله رب العالمين وهم على كل حال في كل هذه الصور هم متتابعون ما معنى متتابعون يأتي نبي بعد نبي يأتي رسول بعد رسول وهذا العبارة ديالتترا هي مصدر وهذا المصدر هنا يعرب حالا هذا مثال ديال قول ناظم ومصدرون منكارون حالا يقع بكثرة كبغتة تنزدون هذا مثال لا ثم أرسلنا رسولنا تترا أي متواتر مصدر جاء حالا يعرب حالا وهذا جائز وإن كان غير قياسي إذا نشمعنا متواترين أي واحدا بعد الآخر وبين كل اثنين قد تكون فترة ممكن يكون فترة من الزمن وقد قرأ بقراءتين تترا هذا مصدر قلنا أي متواترين وقرأ تترا بالتنوين وقرأ تترا بغير تنوين فموجود ذلك الجواب أن هذا الوزن هو فعلاء هذا من أوزان المؤنث من الأوزان ديال المؤنث بالأليف المقصورة فعلاء من يجب أن نقرأوا الأوزان ديال المؤنث بالأليف المقصورة القوم هو فعلاء لكن هذيك الأليف في فعلاء وش هي أليف تثنيتين ولا أليف إلحا قدل طلبة العلم هذه الفائدة ولعلها تأتي في محلها في الخلاصة الجواب اختلف فبناء على أن الأليف للإلحاق فهو منون لأنه لا مانع له من الصرف إذا قلنا فعلاء أليفه للإلحاق وليست للتأنيت إيه الوزن ديال التأنيت ولكن الأليف ماشي أليف تأنيت أليف الإلحاق وبالتالي فهواش منون لأنه لا مانع له من الصرف وإذا جعلنا الأليف لي للتنوين فهو منوع من الصرف وهذا وجه قراءة تترى بدون تنوين إذن قراءة تترى بدون تنوين بناء على أن الأليف في فعلاء للتأنيت فهو منوع من الصرف أي منوع من التنوين لأن التنوين هو الصرف والتنوين الصرف تنوين أتى مبين وإن قلنا إن الأليف للإلحاق فلا مانع له من الصرف وعلى هذا قراءة تترى فهم الوجه قال ثم أرسلنا رسولنا تترى كله وتترى هديك الأليف تترى هديك تأ في تترى تيفا إذن طلبتهم بسبب الصرف الأليف في تترى لأن من اللي قلنا لاحظوا معايا تترى قلنا بش فسرناه متواترين إذن مين التواتر ياك والتواتر هذا راه فهو شوف التواتر على وزن تفاعل يكدو وزنه تواترة تفاعل إذن فاء هذه المادة واو للا طيب لقلنا تترى أين هي الواو الجواب أن الواو أبدلت تاء هذيك تترى أصلها وترى تترى أصلها وترى فأبدلت الواو تاء وهذا كثير جدا الواو من اللي تكون هي فالكلمة تبدل تاء تبدل تاء ومن هذا قوله تعالى وتاكلون التراث أكلا لما التراث شو هو الإرث واضح فالأصل هي التراث الوراث لأن هذه المادة هذه اللي هي مادة الوراثة فاء هواو الوراثة الفاء واو وارثة شوش كنقوله في الفعل وارثة يا ريث وارثة ها الفاء واو فتقلب الواو تاء ومنه أيضا كي المثال آخر تستحضطه الآن اللي هو التاء دي تقوى تقوى أصلها وقوى أفاءه واو من وقايا قرى من الوقايا دك من الوقايا أش كنقوله في المصدر تقوى فأبديلت الواو تاء كنقوله في وقوى تقوى كذلك وراث تراث كذلك هنا إذن فتترى هذي التألف اللي هو الأصلها واو واو قال تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه وهو بين لنا شوف التواتر هو بين لنا الله تعالى فهمنا منه أنه مش دفعة واحدة لأنه قال كلما جاء أمة رسولها كذبوه فإذن فهمنا من ذلك أن كل أمة أرسل الله إليها رسولا كلما جاء أمة الأمة هنا ما معنى ذي لا الجماعة من الناس الأمة هي الجماعة هنا قد معنى في أول الكتاب أن كلمة الأمة في القرآن لها أربعة معانين على حسب السياق هنا المقصود بالأمة الجماعة من الناس كلما جاء أمة أي جماعة من الناس رسولها دفاع المؤخر جاء أمة رسولها كذبوه ودو الغالب ولم يؤمن بأولئك الرسول إلا قليل يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل الرجل والنبي وليس معه أحد من الأنبياء من لم يؤمن به أحد ومنهم من آمن به واحد وثلاثة وللرهط قليل إذن فقوله كلما جاء أمة الرسول وها كذبوه باعتبارها باعتبار الغالب باعتبار الغالب بمعنى أن الغالب يكذبون أقوامهم وقل من يؤمن نوح عليه السلام قال لقد قدمت معنا قصة دي قبل قصة شكال الله تعالى فيه وما آمن معه إلا قليل إذن قال تعالى كلما جاء أمة الرسول وها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث شوش قال الله تعالى هذا من باب التخويف هذا وعيد هذا فيه تخويف بمعنى هم يكذبون ويعاندون ويكابرون ويسرون على ذلك الله تعالى كيمهلهم بعد الإمهال والتأخير أشكي يجي الهلاك يأتي الهلاك راه كلما جاء أمة الرسول وها كذبوه وبعد الإمهال والتأخير من الله عز وجل يأتي الهلاك كما قال ربنا وإن تعودوا نعود وإن عدتم عدنا هذا رفيت خويف للمشركين في زمن النبي عليه الصلاة كأنه يقول لهم الله تعالى أرى الأمم الإقبال منكم ركال كيترسل لهم رسول وكي كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث أتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك بمعنى أنتم كذلك مثلهم إذا أصرتهم على التكذيب لأن الله تعالى ما ينزل العذاب إلا بعد الإمهال يمهل ويؤخر سنوات وعاد بعد ذلك ينزل الله تعالى العذاب فيتوعد الله تعالى كفارا قريش بذلك وقد وقع الله تعالى توعدهم بالعداب وجاء العذاب في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى كما حصل لهم في غزوة بدر في غزوة بدر رجاهم لهلاك صناديد قريش قتلوا في غزوة بدر شر قتله إذن قال الله تعالى فأتبعنا بعضهم أي هذوك الأمم اللي كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك وجعلناهم أحاديث أي يتحدث الناس بما جرى لهم جعلنا ما وقع لهم أخبارا يتحدث بها الناس قصصا يتكلم بها الناس بعدهم أشبقوا الناس يقولهم بعد نوحوت كي تذكروا القصة ديالهم هذو أحد القوم جاءهم نبي قال لهم وحدوا الله رب العالمين ولا تعبدوا الأصنام والأوثان وما شاكل ذلك فكذبوا وصبر عليهم وكذبوا وصبر وكذبوا فلما تجبروا وعاندوا وتعنتوا نزل عليهم عذاب الله بصورة كده وشكل كده فصاروا كده ولك الأخبار ديالهم اش ديالك شيرو قال لهم أحاديث يتحدث بها الناس فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك وجعلناهم أحاديث يتحدث الناس بها وهذا أحاديث هل هو جمع حديث أو أحدوثة يصح الوجهان قيل جمع حديث بمعنى جعلناهم أحاديث جعلناهم أخبارا جمع حديث اللي هو القبر وقيل لا جمع أحدوثة وهذا أليق لأن الأحدوثة تستعمل في الشر أكثر من الخير أحدوثة في العربية تستعمل في الشر أكثر وهذا الأنسب للمقامي لأن الله تعالى جعلهم أحاديث وشك يتذكروا بالخير هذ الناس اللي كذبوا الرسل كانوا يذكرون بالشر باش بتكذب أنهم كذبوا رسولهم وأهلكهم الله وبالتالي فجعلهم الله أحاديث جمع أحدوثة لأنها تقال في الشر بخلاف الحديث يستعملوا في الخير والشر قال تعالى وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَاديث فَبُعدًا لِقَوْمِ اللَّا يُؤْمِينَ يتقدم معانا معناها فبعدًا نفس المعنى السابق شو معنى بعدًا؟ أي هلاكًا لقوم لا يؤمنون وهم هؤلاء الذين كذبوا أنبياءهم كلما جاء أمة الرسول وها كذبوا طبعًا إلا كذبوا فهم لا يؤمنون لا يجتمعوا التكذيب مع الإيمان وضع المعنى بل إن التكذيب هو عدم الإيمان التكذيب هو عدم الإيمان الإيمان ولهذا الإيمان في اللغة شو تصدق؟ إيمان في اللغة وتصدق إذن بعدًا أي هلاكً لهؤلاء الذين لا يؤمنون فبعدًا لقوم لا يؤمنون ثم قال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إذن أذكر لنا الله تعالى باختصار قبل هذا أذكر لنا قصة هود مع قومه وقيل صالح أكون نذكرنا الخلاف وشال القصة دي الهود لصالح قولاني ثم بعد ذلك أذكر لنا الله تعالى أمرا عاماً لهواش أن الله تعالى أرسل رسوله متتابعين وكلما أرسل رسولاً إلى قومه كذبوه ثم الآن شارعي إذكرنا كذلك بإيجاز قصة موسى وفرعون قال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين بآياتنا الآية جمعوا آية والمراد بالآية هنا الأمر المعجز الذي يؤتيه الله تعالى أنبياءه ورسله والذي يدل على صدقهم الآية هي الشيء الدال على صدق ذلك النبي المرسل فأرسل الله موسى وأرسل معه أخاه هارون لما طلب موسى من ربه ذلك بآياتنا وسلطان مبين وسلطان المراد بالسلطان هنا الحجة واضح؟ وش المراد بالسلطان هنا البطش ولا السلطة لا المراد الحجة وسلطان أي حجة سلطان مبين أي بيين ظاهر حجة قوية دامغة ساطعة أدوع من مبين سلطان بيين ظاهر واضح وشن هو السلطان المبين؟ آتاه الله تعالى تسع آيات كما تقدم عنا ذكرها مرات منها اليد وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء منها العاصة التي انقلبت حية تسعى وغير ذلك من الآيات التي رأاها بنو إسرائيل بأعينهم شافوها مش حاجة أخبروا بها ولا حدثوا عنها رأوها بأعينهم إذن سلطان مبين ولا لا حجج واضحة ساطعة حجج واضحة ساطعة قال بآياتنا وسلطان مبين إلى من؟ إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوما عالين جاءتهم هذه الآيات البينات فرعون والملائي الأتباع المراد بملائه ليس الكبر الأتباع عموما إلى فرعون وأتباعه فاستكبروا عن الحجج والبينات والآيات الواضحات نعم استكبروا لم يقبلوها فاستكبروا وكانوا قوما عالين أي متكبرين متعجرفين قاهرين لأتباع موسى ظلما وعدوانا هم مبغوش يتبعوا الحق ومشي غير مبغوش يتبعوه وجعلوا ذلك خاصا بهم بل كانوا عالين أي قاهرين ظالمين لأتباع موسى لذلك الناس لأمنوا بموسى ما خلهم شيء آمنوا إذن استكبروا في أنفسهم عن الحق وجحدوا بها واستقنتها أنفسهم ظلما وعلو وكانوا قوما عالين ما شمعناها عالين على بني إسرائيل الذين اتبعوا موسى عالين على أتباع موسى ما شمعنا عالين أي قاهرين ظالمين قهروهم وتبعوهم وما خلهم شيء آمنوا بموسى عليه السلام ولهذا وقع ما وقع لما ذهب موسى ومن معه ممن آمن به وتبعه فرعون وجنوده إذن عشتاب عنهم من أجل الإيمان نبغاهم شيء آمنوا إذن كانوا قوما عالين ولا لا لو أنهم استكبروا في أنفسهم عن الحق لكان ذلك قاصرا عليهم لكن هم تكبروا على غيرهم أرادوا قارى وظلم غيرهم قال تعالى وكانوا فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا شوف لاحظ من جملة ما ردوا به الآيات البينات باش ردوها فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون هذه الحجة اللي عندهم وسائر الأقوام اللي ذكر لنا الله تعالى قبل موسى عليه السلام وبعد موسى حتى قريش حتى المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحجة اللي كانت عندهم يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم تقدم عن أن قوم نحقالوها وغيرهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم إن هذا إلا بشر إلى آخره فإذن هذه الحجة اللي لهم أنؤمنوا هذا استفاءة إنكاري منهم أنؤمنوا لبشرين موسى وهارون مثلنا أي من جنسنتهم بنوا آدم بحنب حالهم أي ليسوا من الملائكة أو من جنس آخر هذا هو معنى مثلنا مثلنا أي من من جنسنا وقومهما الأتباع ديالهم لنا عابدون أي خاضعون القوم ديالهم راهم تحت سلطتنا القوم ديالهم ما الأتباع المؤمنون الذين آمنوا بموسى وأخيه هارون أنؤمنوا لبشرين مثلنا من جنسنا وقومهما لنا عابدون أي خاضعون خادمون مطيعون لأن القوم ديال الموسى كانوا تحت سلطة فرعون طبعا لأن شكون السلطان موسى لم يكن سلطانا كان رسولا من الله رب العالمين شكون لي كانوا والسلطان وفرعون فإذا دوك اللي آمنوا بموسى وتبعوه هم في الأصل منقادون لمن من جهة السلطة لفرعون فهذه حجة كانوا كيحتجوا بها كيقولوا أنه وقومهما أي موسى وأخو هارون لنا عابدون كيقصدوش العبادة هنا التي لا تصرفوا إلا الله كيقصدو الخضوع الطاعة خاضعون أي عابدون أي خاضعون طائعون متذللون وقومهما لنا عابدون شك قال الله تعالى بعد ذلك قال فكذبوهما فكانوا من المهلكين طيب شنو هذا الهلاك تقدام معنا في صورة طاعة في صورة الأعراف في صورة يونس لهلاك بالإغراق في البحر فكذبوهما أي كذبوا موسى كذبوا موسى وأخاه هارون فكانوا من المهلكين بالإغراق في البحر أغرق الله تعالى فرعون وجنده وملأه وأتباعه الذين لم يؤمنوا برسالة موسى وأخيه هارون واضح لهلاك إذن لهلاك تذكره هناك لهذا لم يذكره الله هنا لأنه ذكرنا القصة بإيجاز فكذبوهما فكانوا من المهلكين قال وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُم يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ أشي مقصوط بكتاب هنا التورة كتاب للعهد الكتاب المعهود اللي اعطاها الله لموسى الكتاب المعهود المعروف لإعطاء الله الموسى شكراً هو التوراة إذن أل في قوله الكتاب شكراً ما؟ عهدية للعهد الذيني أل للعهد الذيني ما هو الكتاب المعهود في الذين لموسى عليه السلام هو التوراة ولقد أتينا موسى الكتاب أي التوراة هنا واحد مسألة مهمة يقدر يوقع فيها الخطأ اللي هي لعلهم يهتدون الضم يرفل لعلهم على شعائد وشعائد لبني إسرائيل من أتباع موسى ولا عائد لفرعون وقومه لعلهم عائد لفرعون وقومه ولا عائد لبني إسرائيل من أتباع موسى لتبعوا قوم موسى الذين اتبعوا وآمنوا به الجواب أنه عائد لأتباع موسى لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل التوراة بعدها لاك فرعون وقومه التوراة لم يكن منزل على موسى قبل ذلك إنما أوتي موسى التوراة بعدها لاكي فرعون وأتباعي واضح؟ إذا المقصود لعلهم يهتدون الضمير لأتباع موسى أي بعد ما أهلك الله تعالى موسى ومن معه أهلك فرعون ومن معه أنزل الله تعالى على موسى التوراة قال لعلهم أي بني إسرائيل قوم موسى يهتدون أي يهتدون به من الضلالة أي بمعنى أن هذه التوراة نزلها الله تعالى لهم لتكون هادية كتاب هداية ليكون هاديا ليكون منجيا ليكون عاصما لهم من الفيتن كما أنزل الله تعالى هذا القرآن على هذه الأمة أمة الدعوة أمة الإجابة دب أمة الإجابة الناس لأمنوا بالنبي بمحمدين صلى الله عليه وسلم قرآن ما نزلش عليهم نزل عليهم يقرؤونه لماذا كتابوا هداية أولا لا فإذن أنزل الله تعالى التوراة كذلك على أتباع موسى لعلهم يهتدون به من الضلالة ليعصموا به من الخلل والزلل الذي قد يقع لهم وقد زل من زل منهم مع أن الله نزلهم التوراة كثير منهم زل بعد ذلك بل زلوا مرات كي آمنوا بموسى وكذا ومن بعد مدة يفترون ثم بعد ذلك يقع ما يقع فينزل الله تعالى أمر من الأمور فيؤمن إلى آخره قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون إذن هذه قصة موسى وأخيه يارون باختصار بعد ذلك أشار الله تعالى إلى عيسى وأمه ما قال بعد ذلك؟ قال وَجَعَلْنَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةِ وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ وَلَى رُبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيْهُ وَجَعَلْنَ بْنَ مَرْيَمَ أي عيسى وأمه مريم آية لماذا لم يقل الله آيتين وَجَعَلْنَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ جُوجِ عِيسَ وَمَرْيَمَ لماذا قال آية ولم يقل آيتين؟ الجواب لأنهما آية واحدة شنو هي هذه الآية؟ أن عيسى ولد من دون أب فهذا الأمر آية لمريم وآية لعيسى آية لمريم حيث ولادت بدون فحل وآية لعيسى حيث ولد بلا أب وضع معنا فهو آية واحدة مركبة منهما آية واحدة مركبة منهما حيث وجد الولد بدون أب والأم أنجبت بدون رجل ولهذا قال آية وَجَعَلْنَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةٌ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رُبْوَهَ أو رَبْوَهَ قُرِئَ بِالأَوْجُهِ الثَّلَاتَةِ وهي جائزة في اللغة يقال ربوه وربوه وربوه وهي الموضع المرتفع من الأرض المكان المرتفع العالي من الأرض يقال له ربوه 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 بالأوجه الثلاثة طيب شو مقصود هنا في الآية بالربوة التي آوى الله إليها عيسى وأمه إلى أي ربوة آواهما قيل في ذلك أقوال أشهرها ثلاثة القول الأول قيل المراد بذلك بيت المقدس الموضع المرتفع الذي آواه الله إليه ما هو بيت المقدس وقيل غوطة دمشق غوطة دمشق هذا واحد المكان يقال هو أحد منازه الدنيا السبعة موضع جعل الله تعالى فيه كثيرا من الخيرات من البساتين وأنواع الفواكه وأنواع كده وأنواع كده يقال له غوطة دمشق فقيل هذا والربوه هذا والمقصود بقوله ربوه وقيل أرض فلسطين عموما ثلاثة أقوال قيل غير ذلك لكن هذه أشعروا الأقوال إذن آواهما الله إلى ربوة أي مكان مرتفع قيل هو بيت المقدس وقيل غوطة دمشق لأحد منازه الدنيا وقيل فلسطين عموما وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين هذا يؤيد أن المراد غوطة دمشق لأن فيها هذه الأمور التي ذكرها الله تعالى إلى ربوة صاحبة هذا وصف للربوة وصف ذات أي صاحبة قرار ومعين جلح هو يجد كارلا تعالى فيها الأمر الأول قرار المراد بالقرار المكان المستوي من الأرض إذن هي واحد الأرض مرتفعة ولكن هذه الأرض مرتفعة كبيرة بحيث تكون مستوية أرض مستوية يتمكن فيها من الحرف والغرص والغرص واستقرار الناس عليها وغير ذلك يستطيع أن يستقر عليها الناس يبنوا فيها المساكن ويبنوا فيها ديورهم وكذا ويستطيعون أن يغرسوا فيها ليس مكان يعني فيه أجادب لما كان مستوين بحيث يمكن أن يغرس فيه النبات والأشجار لا غير ذلك وقابل للحرص أن يحرس فيه وقيل القرار هو الثمار والحبوب لكن الأول هو الأشعار إذا الممعنى ذات قرار أي مكان مستوين يصلح للسكنة ويصلح للحرص والغرص ومعين المعينة شوى؟ المعين هو الماء الجاري الظاهر الذي يرى بالعين المعينة شوى؟ الماء الجاري الظاهر مش شيء ماء جاري وسط من شيء جبل ولا تحت من الأرض لا الماء الجاري الظاهر الذي تراه العيون هو الذي يقال لهاش؟ معين وعلى هذا فالميم في قوله ومعين الميمو زائدة وضع المعنى؟ لأنه مشتق من العين أش معنى معين؟ أي تراه العين فالميمو زائدة وهي ميمو اسم المفعول بمعنى أن معين هذا هذا وزن اسم المفعول أصله معيون ولأنه معل العين يقع له ما يقع العلة تصرفي المشهورة التي وقعت في مبيع إسم مفعول من باعاش كنقوله هذا شيء مبيع وضع المعنى؟ معتل العين بالياء اسم المفعول منه يكون هكذا مبيع بالياء وتحدف منه الواول أصل مبيع فتخفيفاً يقال فيه مبيع كذلك معين أصله معيون يش معنى معيون؟ أي يرى بالعين ماء جار ظاهر بحيث يرى بالعين ماشي تحت من الجبل ولا تحت من الأرض ما كنشوفوش لا يرى مفهم المعنى؟ هذا القول الأول والقول تاني قال أهله لا هد كريمة معين قال لك مشتقة من قولهم معانى الماء إذا كثر قال لك هذا مشتق من قولهم معانى الماء أي كثرة وعلى هدف المراد بقوله تعالى معين أي ماء كثير لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مرئياً ماء كثير والميم أصلية ليست زائدة لأنه من قولهم ما عانى الماء فالميم أصلية ليست زائدة فهو ماء كثير إذن ذكر الأرض ذكر الربوة ذات قرار وذات معين أي ماء كثير جار يرى أو لا يرى المهم أنه ماء كثير جار نكتفي بهذا والله تعالى على وعلى مجل وعكم والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد